ودعت حركة حماس الفلسطينية رئيسة مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر الدربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامته في تهران وتلوح في الأفق عدة أسماء ترتفع أسهمها لخلافة هنية وقيادة الحركة مستقبلا في مواجهة التحديات السياسية والأمنية الجديدة ضد دولة الاحتلال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة